اشتركوا في القناة ورعاه عبر توجيه كافة الجهود والاعمال بنتائجها ومردودها الايجابي من اجل تحسين المستويات المعيشية للأسرة البحرينية واعرب معالي عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتفضل سموه باصدار الاوامر الكريمة بصرف مبلغ شهر نضافي من الدعم المالي للأسر محدودة الدخل علاوة الغلاء لمواجهة اثار ارتفاع الاسعار العالمية وبوضع خطط واجراءات عاجلة تساهم في استقرار اسعار الصلاع وتوفرها كما اكد معالي سيد احمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب على الدعم النيابي والتعاون البناء مع الحكومة الموقرة لكل ما من شأنه تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز وتحسين وضعهم المعيشية هذا وعقدت اللجنة المعنية بدراسة برنامج الحكومة في مجلس النواب برئاسة سعادة النائب عبدالنبي سلمان النائب الاول لرئيس مجلس النواب رئيس اللجنة عقدت مؤتمرا صحفيا مساء اليوم بحضور سعادة النائب احمد جراطا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وعدد من اصحاب السعادة النواب اعلنت خلاله الموافقة بالاجماع على برنامج الحكومة للسنوات الاربع القادمة واجابت على استفسارات الصحفيين والاعلاميين الحاضرين هذا هو من المقرر ان تعرض اللجنة تقريرها النهائي على مجلس النواب في جلسة استثنائية ستعقد يوم الخميس المقبل الثاني عشر من يناير طبعا برنامج الحكومة استغرق من تقريبا الشهر الان كانت هناك اجتماعات وهناك لقاءات وهناك توافقات وهناك تعديلات وهناك اسئلة واكثر من 73 سؤالا ارسالات للحكومة واستضاحات من الحكومة الموقرة كل هذه التفاصيل قدمناها اليوم للصحافة والاعلام لكي يطلع المجتمع على الأقل على الجهد المبدول في اعداد برنامج الحكومة وفي نفس الوقت لتطمين الشارع أن هناك توجه نيابي واضح وأيضا يتوافق معه توجه الحكومي في أن تكون هناك مرحلة جديدة قاجمة من الازدهار والتطور والتنمية وفي نفس الوقت أكد الجانب النيابي خلال البرنامج الحكومة على أمور أساسية تتمحور في المحور المعيشي الذي يؤكد على مكتسبات المواطنين وهو محور جديد أضافته اللجنة بتفريعاته المتعلقة بالمتقاعدين وبالأجور وبالمكتسبات المعيشية وبالإسكان وبالتعليم والصحة وكل هذه الأمور المتعلقة بالدعوم المجتمعية وفي نفس الوقت الحرص الشديد من قبل اللجنة على أن نضمن أمور تتعلق بتعديل الأجور وأيضا التوافق حول الحكومة بما تعلق بعلوات الغلاء وأيضا علوات تتعلق بزيادات المتقاعدين كل هذه الأمور أيضا راح تدرس في الميزانية ومشروع قادم إلينا خلال أقل من شهر كل هذه الأمور إن شاء الله راح تناقش بالأرقام والتفاصيل من خلال الميزانية وذلك بالتوافق مع الحكومة الموقرة ونشكر الحكومة على تعاونها والجهات التي دعمت اللجنة من قبل الحكومة من الطرف الرسمي